خارطة الوسط الفاصل اليوم نستطيع أن نقول أن المنطقة الفاصلة هي بين منطقة جحر الديك وهذه المنطقة نشير إليها باللون الأصفر المنطقة شارع عشرة مع منطقة شيخ عجلين في هذه المنطقة تتعرض لضغط كبير يعني العدو هو يتواجه في هذه المنطقة يعني حاول هو أن يحافظ على منطقة تقريبا فاصلة بين الشمال وبين الوسط والتي هي منطقة جحر الديك مع شارع رقم عشرة هذه المنطقة اليوم محمد هي التي تتعرض بشكل كبير من اتجاه تل الهواء ومن اتجاه الشجاعية يؤسس معها منطقة عزل كما يقول طبعا ولكن هذا الموضوع يعني لا يستطيع العدو أن يثبتها كمنطقة عزل هي ما زالت تتعرض للهوامين وتتعرض طبعا للاستهدافات ولكن في التوقيت الذي لا تستطيع المقاومة استهداف آليات بشكل مباشر هي تلجأ للهوامين أفلام التي تعرض عن الاستهداف بالهووين هي أصبحت بشكل كبير منتشرة تقريبا في كل الشمال الوسط والجنوب نقطتين أو ثلاث نقاط أساسية مزالت هي لم يتغير إمكانية الدخول إليها مخيم البراج والمغازي ومخيم النصيرات كل الضغط الذي أعطيه أو الجهد الذي أعطاه العدو دي وسط القضاع لم يتغير شيء في هذه المنطقة وكأننا نتكلم عن الشجاعية وكأننا نتكلم عن جبلية واضح أن قلاع المقاومة الرئيسية الأساسية نتكلم طبعا الشمال بشكل كامل ولكن نتكلم اليوم عن ثلاث قلاع رئيسية أساسية في عرض هو الأضيق في المنطقة في منطقة هي يمكن استدفها من البحر يمكن استدفها اليوم من الشمال ويمكن استدفها من الشرق وبقية هذه المنطقة صامدة وكأن السلاس مخيمات تقريبا أو السلاس مواقعية تعوم على منطقة من الأنفاق الفعالة وهذا أنا بتقديري هو الهدف الرئيسي الأساسي كان هناك محاولة للسيطر على هذه المنطقة وفصل كامل يبدو أيضا أن العدو يفشل في هذه المنطقة أنا بتقديري هو يذهب باتجاه شبيهة بمناورة الشبال سوف يوحي أنه سوف يلجأ إلى المرحلة الثالثة لمحاولة استدراج أيضا عناصر المقاومة وهنا يمكن له أن يؤثر أكثر لأنه قريب يستطيع أن يتدخل بالدبابات من مسافة قريبة ويستطيع أن يتدخل من البحر لذلك هي منطقة خطرة مع ادعاءاته بأنها سوف تكون ضمن المرحلة الثالثة